القاهرة مجدداً إليها تتجه الأنظار بانتظار جولة مفاوضات جديدة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لكن هذه المرة ربما بالكثير من التفاؤل خاصة بعد التصريحات الامريكية الأخيرة التي راها الكثير تغيراً ملحوظاً في الموقف الامريكي المقاومة الفلسطينية اشترضت أن تكون قاعدة أي مفاوضات مبنية على وقف دائم لإطلاق النار وعودة كل النازحين والانسحاب الكامل من القطاع معكدة نوصول وفد المقاومة الفلسطينية إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لعقد مباحثات المفاوضات المتوقعاً تبدأ الأحد بحضور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية الإذاعة الإسرائيلية قالت أن حكومة نيتنياهو رهنت إرسال وفد برئاسة رئيس الموساد لمحادثات صفقة التبادل في القاهرة برد وصفت بالإيجابي من المقاومة الفلسطينية دون ما توضيح لطبيعة الرد الإيجابي ذهك صحيفة وولستريت جورنال قالت أن الرئيس الامريكي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي من يمين نيتنياهو التوصل لتسوية بشأن عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع لما نقلت شبكة MBC الامريكية عن مسؤولين امريكيين قولهم إن بايدن طلب من نيتنياهو الموافقة على وقف إطلاق النار وأن يوسع صلاحيات وفد التفاوض وأوضح بايدن لنيتنياهو أنه إذا لم يوافق على وقف إطلاق النار فستتغير العلاقات بشكل كبير وفق الشبكة الامريكية مراقبون يرون أن التغير المفاجئ في الموقف الامريكي مبني على رؤية امريكية ترى أن نيتنياهو يسير بإسرائيل ضد مصالحها وهو ما تتفق معه شرائح واسعة داخل إسرائيل نفسها ترى أن نيتنياهو يصر على استمرار الحرب خدمة لمصالحه الشخصية فقط حكومة إسرائيل المتطرفة اقترحت في مفاوضات سابقة سماح بعودة ألفي نازح يوميا إلى شمال قطاع غزة معظمهم من النساء والأطفال بمعدل عودة ستين ألف فلسطيني كحد أقصى وذاك باستثناء الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية عشر عاما وخمسين عاما كما اشترضت إسرائيل عودة الألفي شخص الذين حددتهم بعد عشرة أيام إلى أسبوعين من تنفيذ وقف لإطلاق النار يستمر لمدة ستة أسابيع ما هو واضح أن المواقف الدولية من الاحتلال الإسرائيلي قد تغيرت كثيرا آخرها قرار إرلندي بسحب الأموال والاستثمارات من البنوك الإسرائيلية قبله تصريحات للحكومة الإسبانية بعزمها لاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الأشهر المقبلة إضافة إلى الضغط الدولي على الأولايات المتحدة التي تبدو اليوم وحيدة في الدفاع عن إسرائيل أظهرها في موقف المنقاد لرغبات نيتنياهو وغطاء على جرائمه وهو ما لم تعد تتحمله الإدارة الإمريكية على ما يبدو فهل تنجح كل تلك الرؤى والمواقف مفاوضات القاهرة خاصة وأن الرئيس الإمريكي قد استبقها باتصالات مكثفة مع الرئيس المصري وأمير قطر وقبلها اتصال وصف بالساخن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ساعات المقبلة كفيلة بالإجابة